فهي الآن عاشت التجربة فتمنت الموت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا علماء بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية أن الإنسان يتمنى الموت عند وقوع الابتلاءات الشديدة عند وقوع الفتن لكن هذا ليس على إطلاقي والإنسان ليتمنى الموت وعندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أو لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه يبقى الإنسان لا يتمنى فإن كان لابد فاعلا حيتمنى بقى ولابد يفعل فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي أو ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي يبقى يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه بل يصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى